وينضم إلينا من الجزائر الأكاديمي والمحلل السياسي عبد الكريم تفرق النيت مرحبا بك معنا في نشرة العاشرة بداية سيدي ما هي قراءتكم الأولية لتشكيل لجنة المستشارين هذه أو لجنة الحكامة نعم مساء خير هذه اللجنة أو هذه الهيئة أو المجلس الاستشاري مكون من 41 عضو جاءت كتكملة أو كاستنجاد بها من الهيئة السابقة لأن هذه الهيئة عرفت عقدة الشخصيات الوزنة من قبل وبالتالي فهي تبحث الآن عن تمثيل أكثر عن فعاليات عن أطياف سياسية وجمعوية لدعمها من طريق مختلف المجتمع الجزائري فهي هذه اللجنة أو هذه الهيئة تبحث عن ميكانيزمات لإرصاء قواعد للحوار ويبدو أنها مازالت في مرحلة البحث حيث أن صلاحية غير واضحة سواء بالنسبة للهيئة أو هذه الهيئة الاستشارية هل ستكون هيئة خبراء أم ستقوم هي بالحوار ذاته يعني مازالت الأمور غير واضحة لأن هذه الهيئة أصلا في بدايتها وهي الآن يبدو أنها تتخبط ولكنها تسير بصعوبة حتى أنها مازالت تخضع لاحتجاجات أو تتأثر باحتجاجات اليوم اقتحم مجموعة من الطلبة المكان الاجتماع وبعد تهديئة الوضع دخلوا في نقاش وهذا شيء إيجابي لأن الحوار ضروري في مثل هذه الحالات مهما كانت الشخصيات ومهما كانت الصعوبات ينبغي تجاوزها ينبغي أرسى قواعد حوار من أجل الوصول إلى ميكانيزمات وسياغ لإيجاد حل الأزمة التي هي أولوية كما قلتم في تقريركم في تقريركم الانتخابات الرئاسية أولوية بالنسبة لهذه اللجنة ينبغي تحضير مثاق كما ورد في خطاباتها مثاق للمترشحين للرئاسة ينبغي تحضير سلطة مستقلة أو قانون أساسي لهذه السلطة المستقلة التي تنظم الانتخابات هذه اللجنة والهيئة من ورائها تبحث عن إرساء قواعد ثقة ما بينها وما بين الحراك ما بينها وما بين المواطنين يبدو أن عامل الثقة صعب جدا هو ليس مستحيل ولكنه صعب لأن تركمة النظام السابق تصرفات السلطة الماضية تعسفتها اتجاه المواطنين اتجاه الوضع العام جعل المواطنون لا يثقون في أي أحد الآن يطرح سؤال من يثق في من نعم طيب ليست هناك مخاوف من تضارب في المصالح بين هيئة الحوار ولجنة المستشارين يعني بمعنى ما هي حدود كل جهة في إدارة الحوار الصلاحية بالفعل كما ذكرت بالفعل الصلاحية غير محددة بالنسبة لهذه الهيئة أو لهذه اللجنة يقال بأنها ستكون هيئة استشارية كيف ستكون هل هي هيئة خبرة هل تحضر مواثيق كما ورد في خطبتهم أم أنها ستكون تكملة يبدو أن الصلاحية ينبغي تحديدها من الأول لا ينبغي تمييع هذه اللجنة بعدد كبير لا ينبغي أن تحمل هيئة أو عقدة الشخصيات الوزنة طول حياتها طول استمراريتها هناك شخصيات لم تلبي نداء الانضمام إليها ينبغي تجاوز هذه المسألة بضمانات بعمل بضمانات من السلطة الفعلية فإذا استطعت هذه اللجنة أن ترصي قواعد عمل جيدة أن تستقطب عدد كبير من المتحاورين أن تكسب ضمانات من السلطة مصداقية وسيادة تكون قرارة هذه السيادة لحد الآن لم تضع قانونها الأساسي وهذا شيء غير صحيح ينبغي أن تضع قانونها الأساسي ينبغي أن تعرف نقطة بدايتها من نقطة نهايتها أن تكون لها أشياء تعمل بها هناك ليس خارط الطريق فقط بالنسبة المتحاورين ينبغي أن تكون لها صلاحيات ومهام واضحة حتى تتمكن من كسب الثقة ومعرفة ما هي بدايتها وما هي نهايتها البداية معروفة كانت صعبة جدا ولكن نهايتها نتمنى جميعا لا تكون صعبة أن لا تفشل هذه اللجنة أو هذه الهيئة كلها في مهامها لكن إلى حد الآن لم نلمس نتائج الحوار الذي تقود الهيئة هل يلزمها وقت أكثر لذلك متى ستقلع؟ الإقلاع صعب هذه اللجنة أقلعت بطريقة خاطئة غير صحيحة هي الآن تحاول أن تستدرك الوضع هناك من يرفضها أصلا هناك من هو حذر ومتحفظ اتجاهها هناك من يؤيد ولكنه ما زال لم يلتحق الذين التحقوا بالحوار معها هم كأشخاص هيئات وبعض المواطنون يبقى أن الحزاب السياسية ذات الثقل التي هي موجودة في المعارضة ما زالت حسب الخطة يبدو أنها ستكون في النهاية تتحدد من نجاح أو فشل هذه اللجنة بعد مرور وقت معين بعد ربما شهر أو شهرين من الآن لأن العملية تحتاج إلى وقت تحتاج إلى ظهور بعض الضمانات تحتاج إلى انضمام الفعاليات السياسية للحوار فإذا لم تنضم الفعاليات السياسية والأحزاب المعارضة للحوار فإنه سيفشل بطبيعة الحال وتصبح مهمة هذه اللجنة غير مناسبة وغير لائقة طيب كيف ترى العلاقة في قادم الأيام بين هيئة الحوار وبين الرئاسة بمعنى من سيكون مؤثر أكثر على الآخر هذه الهيئة الآن لا نعرف صلاحيتها هناك وعود أعطيت إلى هذه الهيئة في سماح الأول مع رئيس الدولة وعود بأنها ستلبي بعض المطالب التي رفعتها هذه الهيئة نصبت نفسها في الأول كطرف معين وطرحت مطالب الطمأنة وإطلاق صراح السجناء الحراك تهديئة الوضع فتح المجال الإعلامي الرئاسة الدولة الممثلة في عبدالقادر بن صالح قالت سأنها ستلبي هذه المطالب بل ذهبت في التفاعل حتى بالنسبة لمسألة ذهب الحكومة قالت بأنها سترى في الأمر لكن جاء خطاب المؤسسة العسكرية من بعد وقال بأن هذه الأمور من صلاحية العادلة إطلاق صراحة سجناء الحراك وغيرها فانقلبت الأوضاع وبدت الأمور كأن هناك ازدواجية في الخطاب ما بين المؤسسة العسكرية وما بين رئاسة الدولة الآن باقي لهذه اللجنة أن تكون لها بعض الدعائم التي تساعدها أن تكون هناك ضمانات معينة تظهر من قبل السلطة الفعلية التي هي المؤسسة العسكرية التي ثمنتها ولكن هذا لا يكفي ينبغي دعمها أيضا من المؤسسة العسكرية التي هي تحكم بصفة فعلية وأيضا من قبل رئاسة الدولة في نقطة المؤسسة العسكرية يبدو أن العلاقة رغم أن الرئاسة قالت أن الجيش سيبقى على حيات في عمل الهيئة إلا أننا رأينا تدخلات غير مباشرة له ما الذي يضمن نزاهة عمل الهيئة الحوار هذا هو مربط الفرص هذه هي المشكلة المعضلة الآن هذه اللجنة يقال بأنها ستكون ذات سيادة يقال بأنها ستلبي مطالبها ما خارج الحوار الذي ستصل إليه الطبقة السياسية معها سيتم تلبيته لكن من يضمن هذا ينبغي أن تكون قانون أساسي أو تكون أشياء مكتوبة حتى نتفادع هذه المسألة حتى ترجع قضية الثقة لأن المواطن الآن المشكلة هي الثقة ما بين المواطن وما بين هذه الهيئات لأنه يعتقد بأن هذه الهيئة هي هيئة ربما ليست ذات سيادة أو أنها هيئة مرتبطة بالسلطة ولا هو لا يرضى بالسلطة ووعود السلطة تبدو وعود هكذا ينبغي تجسيدها على الأقل في ورق تجسيدها في مطالب معينة في خطابات رسمية معينة حتى تكون هناك طمأنة ونصل إلى بأن هذه المخارج هذا الوقت الذي نقضيه في الحوار ليس مضيعة بل ستكون له نتائج ومخرجات يتم تطبيقها وتنفيذها في الواقع للوصول إلى انتخابات رئاسية للوصول إلى انتخابات رئاسية لنزيها ينبغي أن تكون سلطة مستقلة لمراقبة هذه الانتخابات ينبغي أن يكون ميثاق شرف للمترشحين ينبغي أن تكون حكومة تصرح فقط أريد أن أعود نقطة الاجتماع اليوم كان هناك احتكاك بين عدد من الطلبة وبين هيئة الحوار وحذرتك تفضلت وقلت أنه صار حوار بينهم وبين الهيئة ووصفته بإيجابي كيف ترى هذه العلاقة بين الطرفين في المستقبل ما بين الطلبة الطلبة احتجوا اليوم نتيجة أن الهيئة كانت تحاول أحد التنظيمات الطلابية وقالوا بأن هذا التنظيم لا يمثلهم وبطبيعة الحال هناك عدة تنظيمات طلابية وهناك عدد من الطلبة ينبغي أن تحاول اللجنة العدد كافي من التنظيمات ينبغي أن تحاول الطلبة ينبغي أن تستمع إليهم أنا أقصد العلاقة بين الطرفين مستقبلا كيف ترى؟ مستقبلا متحكمة يبدو أن اللجنة ستكون ناجحة أو على الأقل قريبة من النجاح إذا استطعت أن تقنع الجميع بأنها ذات سيادة بأنها ستلبي رغبات هؤلاء الطلبة في الحراك وفي المواطنين يعني قضية الثقة وقضية المصدقية والضمانات هي التي تعطي طابع العلاقة المستقبلية ما بين هؤلاء فإذا انضمت كل أو أغلب الفاعلين في الطبقة السياسية إلى الحوار وشاركوا فيه وأعطوا آرائهم وموقفهم يمكن أن نقول بأن مسألة الحوار تبدو أنها تسير في طريق صحيح أشكرك الأكاديمي والمحلل السياسي عبد الكريم تفرق النيت كنت معنا مباشرة من الجزائر فندت المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر الأخبار المتداولة بشأن إطلاق نار من طرف عناصر شرطة مدنيين على مواطنين كانوا يحتجون بتوفير الأمن بعد مقتل الشاب في حيهم وقال بيان للمديرية أن مصالح الشرطة التابعة لأمن مدينة مرسى بن مهيدي في ولاية لمسان غرب البلاد أوقفت سائق سيارة بعد ارتكابه حادث مرور رحى ذحيته شاب وأضف البيان أن نحو مئة شخص حاولوا اقتحام مقر أمن الدائرة المدججين من أسلحة البيضاء وطالبوا بتسليمهم مرتكب الحادث ما دفع بقوات الشرطة للتدخل باستعمال الوسائل القانونية لمنع الاعتداء وحماية الأشخاص والممتلكات نكمل العاشرة من ليبيا حيث أعلنت قوات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر استهداف مقر لمجموعة مسلحة تعبعة لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايزة سراج وسط العاصمة ترابلوس في المقابل